شهدت عدد من الجبهات المشتعلة مواجهات مسلحة وتطورات متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية مصادر عسكرية ذكرت ان القتال الدائر في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة وجبهة نهم شرقية صنعاء ومحافظة شبوة تسببت بسقوط عدد من القتلى في صفوف الميليشية الانقلابية ولقي القيادي الميداني زيد الشرف ومسؤول التسليح وليد الحوثي مصرعهما في جبهتي حرض وميدي الى جانب خمسة اخرين غارات جوية لطائرات التحالف العربي على مخازن اسلحة في حرض بالجبهة الحدودية شمال غرب البلاد بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع وهو ما منع الجماعة من انتشال جثث مقاتليها من صحراء ميدي اما في جبهة نهم فقد قتل القيادي البارس في جماعة الحوثي الانقلابية عمار رسام وعدد من عناصر الميليشيا بغارة لطائرات التحالف العربي وفي وقت سابق دارت اشتباكات قرب مديرية بيحان في محافظة شبوة واسفرت عن مقتل اربعة من افراد قوات الجيش الوطني وتسعة من عناصر الميليشيا وتعتبر مديرية بيحان المنطقة الوحيدة التي لازالت خاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة شبوة وتكمن اهميتها في كونها منطقة حدودية مع محافظتي البيضاء ومأرب اشتركوا في القناة